جعلت هذه المرأة الكردستانية من بيتها محلاً لتطريز الملابس الكردية والعباءات ليس لمجرد زيادة الوظائف للنساء وإنما أيضاً لتحسين نوعيتها ونسار هي نموذج للنساء التي يقدمن أنفسهن كمثال للتحدي والنجاح ومع أن معالجة الفروق بين الجنسين في معدلات المشاركة في قوة العمل ما زالت شاغلاً رئيسياً في العديد من البلدان فإن الأهم من ذلك هو التركيز على نوعية الوظائف المتاحة للنساء أنا أسوي أشغال يدوية ديزاين مال أشغال يدوية مال ملابس كردي وقلبيات وعبايات كل ملابس كردي وحفلاتهم أنا كنت طفلة حبيت أشغال يدوية أجلت في المدرسة مالتنا يقول لي صارون مال أيت نوروس أنا كنت أسوي ملابس كردية مع الحفلات وعيد نوروس وأسوي بها تطريز وديزاين ويعني بها هواية أشياء كنت طفلة أحب أشغال يدوية وديزاين مع الملابس كردية أغلب النساء اليوم أصبحنا يجدنا الأعمال والخياطة اليدوية مرغوبة أكثر من الملابس الجاهزة التي تباع في الأسواق وقبل عيد نوروس يذهبنا إلى محلة التطريز والخياطة اليدوية ليتأنقنا بتصاميم خاصة بهن وغير تقليدية وبذلك قامت نسار بعمل تصميم خاص لكل امرأة على حدة أول شيء أنا أسوي يعني أفكر وبعدين أسوي الخريطة مالتها رسومات يعني وبعدين أسوي ألوان يعني كلها تناسقات يعني مو كيفي يعني أصلا هندسي أسوي شغال مالتي الناس هسا يحبون ملابس قديمة يعني مو يشترون أقمشة بالسوق يعني عندها طلب هواية تقريبا هاي السنات عندهم يعني ناز يقولون نحب هيجي ملابس أشغال يدوية أحلام نشتري بالسوق أقمشة إتاحة وظائف جيدة تتسم بأنها آمنة ومنتجة أمر بغاية الأهمية من منظور المساواة بين الجنسين في المجتمع والنساء العراقيات والكرديات أمنت لنفسها الحالتين بأبسط الطرق لتحقيق أحلامهن لفضائية زاكرو سي بي سيرين ميروان السليمانية